بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إن مولانا سبحانه وتعالى خلقنا في مجتمع واحد في هذه الدنيا وكان في مقدور مولانا سبحانه وتعالى أن يجعل كل إنسان في دنيا بمفرده لكن ربنا سبحانه وتعالى أودعنا هذا المجتمع ليختبرنا لنعيش هذا الامتحان هل نتحد أم نفترق هل نتعاون أم أن كل واحد في واد إلى غير ذلك من المبادئ التي دعانا إليها إسلامنا مبدأ الاتحاد والاعتصام الذي به يستشعر كل إنسان قوة واعتصاما ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها إلى أن يقول مولانا سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم في كل عصور التاريخ الإسلامي بل في صدر الإسلام ترى نبينا صلى الله عليه وسلم يؤلف القلوب ترى حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أولى الأعمال التي قام بها في المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار أن أصلح بين الأوس والخزرج إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي بها عاش المسلمون اتحادا واعتصاما وقوة ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى من أواخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وهكذا كانت دعوة الله سبحانه وتعالى في سورة الروم وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن قرآننا بل إن آيات القرآن الكريم نواطق بهذا الاتحاد وذاك الاعتصام الذي يجعل الأمة في قوة وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ماذا علينا؟ نعلى كل فرد في هذا المجتمع أن يكون قويا أمام أحداث الحياة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم لينظر في حال غيره لينظر في أحوال الفقراء والمساكين والمحاويج ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يا أمة الإسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه اللهم اجعلنا على الدوام في اتحاد واعتصام واجعل مصر يا مولانا دولة قوية فتية على الدوام اللهم آمين يا الله يا رب العالمين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله